وما لنا بنتكلم في كرة القدم وبنتكلم عن منتخب مصر هفكركم بفيديو لأحد لعبي النادي الآلي اللي تقلقه بشكل لافت للنظر في مباراة مصر والسنغال عشان البعض كان في الوقت اللي كنا بنشيد به بهذا اللعب كان بيحاول يعني يشكك فيه كلامنا ومصدقياتنا وإحنا كل حاجة بنجيبها بالصوت والصورة ونقدر نستعرض الفيديو نشوف كنا بنقول إيه في حلقات سابقة عن ياسر إبراهيم أنا بالنسبة لي اتنين لعبين كانوا النهاردة مختلفين تماما عن باقي اللعبين سواء اللي كانوا في السين أو النزل احتياط وأعتقد ممكن متفقين في القصة دي سواء ياسر إبراهيم والشناون ياسر إبراهيم في الفترة الأخيرة بيقدم مستوى من وجهة نظري يضع ضمن الأفضل في خط الظهر في مصر سواء بداية من كاس العالم في الفترة الأخيرة دي لنا خلينا نكون محدد بداية من مشاركته في كاس العالم وعمل السنائية مع رامي ربيعة أمام منتريه وكمل لكاس العالم وتسجيله هدفين في مبراط الإلال السعودي ومستوى ياسر إبراهيم ما شاء الله ثابت بشكل كبير ومهم جدا ويستحق بالفعل الانضمام لمنتخب مصر من وانا بالنظارة وانا بقول ان ياسر إبراهيم ما شاء الله عليه أفضل مدافع في مصر في الفترة الأخيرة ولو انت مختلف على النقطة دي ومن حقك ان انت تختلف على النقطة دي برغم الأداء المميز اللي قدمه ياسر إبراهيم من الدار للنار لكن أكيد أكيد هتتطفق معي في نقطة مهمة جدا ان ياسر إبراهيم هو أفضل لاعب على دكة الاحتياط بيجهز نفسه نفسيا للدفع به في أي وقت من وقت المباراة وبينزل من أول لحظة مركز في المباراة ده اللي أنا بقوله سببه إيه سببه مباراة باير مونيخ الألماني في كأس عام الأندية البرونزية قبل المضاية دي لقطة طبعا تخيل بيلعب على ليفندوفسكي وبينزل بعد إصابة علي معلول قبل الدقيقة 30 من عمر المباراة وبتجد ياسر إبراهيم من أحد أهم اللاعبين اللي كقدوا المباراة دي أمام عمالقة باير مونيخ اللي طبعا يعني في الوقت ده كانوا بيفوزوا على برشلونة بالتمانية حاليا برشلونة هي اللي بتتصدر وبتفوز على ريال مدريد بالأربعة ولكن ياسر إبراهيم نزل وأول قرار خده وأول ثانية قال أنا رايح أمسك الراجل ده صحيح جاب جون في الدقيقة 81 الجولة التانية ولكن ده كان بقى من بدر بانون ربنا يا عافيوش فيه فكرة التوقع والقطع لأرض القريبة لكن قدم ياسر إبراهيم مباراة كبيرة زي بالزبط المباراة اللي قدمه ياسر إبراهيم مبارع فلو أنت مختلف على أنه الأفضل زي ما أنا بقول للناس بقول لك برضو أكيد هتتطفق معي في فكرة الأجهز نفسيا للدفع بيه في أي توقيت من المباراة بص ياسر عنده حاجة كويسة وهي فكرة أنه هو دايما في المباراة الكبيرة بيقدر يحضر نفسه مش بايرن بس يعني أنا دايما بفتكله المباراة بكررها له لأن أنا بشوفها غير الوداد مباراة الهلال في أم درمان في المباراة لأفشة طبعا سجل فيها التعادل كان ياسر بالنسبة لي من نجوم المباراة وكانت المباراة محتاجة ده مباراة الهلال السعودي طبعا مباراة كبيرة جدا غير مباريات للزمالك ولكن اللي أنا عايز أتكلم فيه أن اللاعب يا جماعة اللي بيظهر في المباراة الكبيرة ده أنا بدأت بالوداد فاللاعب اللي بيظهر في المباراة الكبيرة ده اللي تنتظر منه إن هو يكون طول الوقت كده. وبفتكر ياسر برضو حاجة كويسة وقت فيلر. كان ياسر بعيد شوية في البداية. وكان فيلر وقف يتكلم معاك ده في صورة شهيرة في تعليمات. أنا قلت إن ياسر بعدها هيكون أساسي مع فيلر. لأن ده برضو كويس في ياسر. اللعب اللي لما بيبعد يبقى بديل. يبقى فيه أي سبب. لا بيفضل واثق إن هو حيرجع. ولما يرجع يزبط نفسه. ده اللي عمل ياسر. وأنا عايز أقول حاجة أهم لجمهور النادي الآلي في حتتين كده سريعا. ياسر وكتير جدا من المدافعين. الوينش محمود علاء. أنا بشوف إن المدافعين اللي موجودين في مصر حاليا على مستوى الكواليتي. المدافعين مميزين. أنا بتكلمش على مدافعين في أندية أخرى. أو أندية خارج الآلي وزملك أو خارج المنتخب. الدرجات قريبة جدا. يمكن محمود علاء ما كانش في أفضل ظروفه في الفترة. كان فيه فترة مميز جدا. الوينش مميز جدا حاليا. ياسر إبراهيم لعب عنده وقادر. محمد عبد المنعم جاي بقوة. فأنت عندك فرصة بسهولة يتقال عليك أفضل مدافع في مصر. ده واضحة. كمان اختيار رامي ربيع النهاردة المنتخب. أنت بتقيم لازم طبيعي كراجل أهلا وتفرح. ياسر رامي ربيع. ممكن تتكلم في مستقايا في بعض المباراة. ولكن عايز أقول حاجة. رامي ربيع في تصفيات أمم أفريقيا في 2018. كان لعب ليه دور مهم جدا في مباراتين نيجيريا. رامي ربيع في تصفيات كاس العالم لروسيا. كان من أهم اللاعبين في تصفيات المنديال. وما شاركش في البطلطين للإصابة. فربنا بيديله حاجة دلوقتي أنا بحب الحاجات دي. ربنا يمكن بيديله فرصة. ومحدش يعرف رامي ربيع ممكن ينحتاجه. ولو لدقائق يقدم فيها إيه. فكل الدعم لمدافعينا. وياسر إبراهيم راجل شغال على نفسه. راجل ياخد كريدت. مستوى قال لفترة بتقول لعندك عيوب إيه. مستوى كويس بتديه حقه. ودايما ده عهدنا باللاعبين بتوعي الأهلي. أنت عندك الشخصية اللي بتميزك عن أي حد. فلازم تخلي نفسك مميز عن أي حد.